أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بافتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤكداً أن هناك تكليفاً من الرئيس السيسي بأن يكون الافتتاح متضمناً لفعالية يقيمها أبناؤنا القادرون باختلاف جاء ذلك خلال القاء مدبولي برئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار شريف صلاح الدين لمتابعة استعدادات افتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد مدبولي أيضاً على ضرورة أن تكون إدارة هذه المدينة على أعلى مستوى من الاحترافية في نظم الإدارة والتشغيل خاصة أنها صرح كبير يضم عدداً من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمعارض الفنية لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة شكراً للمشاهدة